لا عندنا ارهاب ولا عندنا قرصنة ما عندنا عداء ارضنا لا يمكن ان نسمح باستخدامها طد الاخرين ابدا نحن ما عندنا اسلح عبر الغارات حتى انه بريطاني قتل في سفينة في مطيقة هرمز بريطاني متغاعد من الجيش قالوا من المهرة وكل العالم يفهم انه هذا الكلام كذب يقولوا انه في ارهاب المهرة داعش والغاعدة نحن نكذب واثبت انهم كل داعاتهم باطلة وغير صحيحة يقولوا ان في قرصنة في المهرة وانه في سفينة بريطانية في تاريخ خمسة ثانعشر الفين وعشرين تعرضت لقرصنة من اشخاص في بين قشن ونشطون وهذا الكلام كذبناه واللي اعترضوهم البحرية ولدينا فيديوهات فنقول لهم كل ما تقولوا الكبرير تواجدكم هو غير صحيح اطلاقا وما في هنا شيء اللي يدعو لتواجدكم في محافظة فنخاطب كل العقلة على مستوى الداخل والخارج ان يعو خطورة تواجد هذا الاحتلال وانه ابن المهرة ومعهم كل اليمنين لن يسمحوا بهذا التواجد وانه البقاء وعدم الاستماع لمطالبنا من قبل هؤلاء المحتلين وغيرهم سيضرب الجميع في المستقبل سيكون نار للجميع وما حد بيسلم منها شكرا